دعوات جديدة من الشرعية لاستقالة المبعوثة الأمم من مارتين غريفث هذه المرة على خلفية ما ترى الشرعية أنه فشل من قبل غريفث في حمل ميليشيا الحوث على القبول بوقف لإطلاق النار تأسيساً على دعوة وجهها في الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش للأطراف اليمنية بما يسمح بمواجهة جائحة كورونا دعوة الاستقالة وردت في سياق تغريدة لمستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي الذي علل دعوته تلك بسبب كورونا وما تواجهه البشرية من جائحة تستوجب وقفاً لإطلاق النار في كل البلدان التي تعيش حروباً وقال المخلافي مخاطباً غريفث إن لم تستطع إقناع الحوث بوقف إطلاق النار في هذه الظروف فعليك أن تعترف بالبشل وتستقيل لأن الشرعية توافقت على وقف إطلاق النار فيما واصل الحوثي والمعارك والقتل في كل مكان مكتب المبعوث الأممي رد ببيان أكد فيه أنه يعقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية وأن غريفث يتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً التفاعل مع التصعيد الخطير الذي تشهده ساحة الحرب في اليمن بقي فاتراً من جانب الأمم المتحدة سوى الانزعاج الذي أظهره المبعوث الأممي مارتين غريفث في بيان له نهاية الشهر المنصرم وتصريحاً آخر من الرئيس الدوري لمجلس الأمن سفير الدومانيكان خوزي سينجر الذي أوضح فيه أن المجلس يتابع عن كثب ملف اليمن ويأسف للتطورات التي وقعت هناك وفيما يؤكد تصميم الحوثيين على مواصلة التصعيد غرد عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي على تويتر موضحاً أن استجابة جماعته لدعوة الأمم المتحدة إلى وقف الحرب لا تعني القبول بما تم رفضه منذ البداية أو البحث عن مكاسب تسبق فك الحصار وإيقاف ما أسماه العدوان الحوثي قدم مقترحاً يقضي بتشكيل ثلاث رباعيات عربية وإسلامية وأسيوية بالإضافة إلى الأمم المتحدة للتحكيم بين جماعته ودول التحالف ويكشف المقترح الذي عرضه الحوثي بنظر العديد من المراقبين مدى تأثير غرفة العمليات التي تديرها طهران وتتحكم من خلالها بسياسة الميليشيا ومواقفها وقراراتها وعملياتها العسكرية وتكشف بالقدر نفسه مجال النفوذ الإيراني في البلدان العربية والإسلامية المقترحة للوساطة بين الميليشيا والتحالف